بعض المناهي المنحرفة الضالة المبتدعة التي خالف بها أصحابها طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبينا سبيل المجرمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من المناهج المنحرفة التي أضاعت كثيرا أو أغلب المسلمين في هذه البلاد وغيرها منهج الصوفية بكل طرقهم من التجانية ومن القادرية والسمانية والختمية وغيرها من الطرق الصوفية وأول معلومة تعرف عن الصوفية أنها باطلة وبدعة والدليل على أنها بدعة وأنها باطلة أن التصوف لم يأمر به الله سبحانه وتعالى ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أبداً يعني أبداً ما بتلقى آية في القرآن قال تبقى صوفية آية في آية لقتك هل في آية في القرآن قال تبقى صوفية ما في ولا في حديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه أبقى صوفية أبداً ما في ما تبقى زي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية اسمه إسمائيل عثمان دكتور إسمائيل عثمان سألوا عن التصوف في الجريدة في لغامة أول الجريدة الآن موجودة قال لها دكتور ما رأيك في التصوف لاحظ رئيس أنصار السنة ما رأيك في التصوف قال التصوف مجموعة من الأخلاق الفاضلة والسلوك وهو موجود داخل القرآن الكريم ودك الزاب يكذب على الله سبحانه وتعالى ويكذب على القرآن ما في أبداً آية في القرآن قال تبقى صوفية أبداً ولا في حديث نبوي قال تبقى صوفية بل قال الله سبحانه وتعالى ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أمرنا الله عز وجل في هذه الآية أن نتبرأ وأن لا ننضم إلى أي شيعة من الشيع أو جماعة أو حزب من الأحزاب الضالة أو فرقة من الفرق المنحرفة إن الذين فرقوا دينهم الله قال ليك النازل فرقوا دينهم والدين ده واحد هما فرقوا وكانوا شيعا الله قال لست منهم في شيء يعني ما تخش معهم فده دليلنا على إبطال التصوف ما في صوفية في الإسلام أبداً ده أول معلومة تعرفة أي زول يقول لك يخفي صوفية في الإسلام والتصوف ما التصوف ما فيه قل لي جيب آية أو حديثة أما ما ينقل عن بعض العلماء وعن بعض السلف إنهم مدحوا بعض المتصوفة أجاب عن ذلك علماؤنا وقالوا ديك ناس فعلاً يسموا وصفوا نفسهم بالتصوف أو وصفهم غيرهم بهذا الوصف وكان المقصود بهذا الوصف الزود في الدنيا وكثرة العبادة وكذا 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 بس لكن ما كانوا مشركين ما كان بيدعوا غير الله تعين زمان ديك ما كان بيدعوا غير الله ما كان بيطفوا بالقبة ما كان بتوكلوا على الشيخ زي ما بيعملوا الصوفية الليلة وبيشركوا بالله عز وجل إلا من رحمه ربه وحتى اسم التصوف ده ذاته غلط لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ما تتفرقوا في الدين لكن العلم ما مدحوهم على الإسم العلم مدحوا مجموعة معينة وصفوا بالتصوف قالوا ديك المنهج بتاعهم من ناحية عقيدة وتوحيد واتباع كان صحيح لقوم أصلا وصفوا بهذا الاسم التصوف ففرقوا بين المنهج صحيح والمنهج ما صحيح مش العلماء أقروا إنه تبقوا صوفية وتتحزب في الإسلام علماء ما أقروا الكلام ده ولا واحد من علمائنا من علماء السلف أقر ذلك أبدا ففهم هذا فإنه مهم إذن التصوف بذعا أضف إلى ذلك التصوف الآن شيوخه الكبار يدعون إلى الشرك وإلى الكفر والإلحاد وإلى عبادة غير الله فهذا المرغني ينقل في محمد عثمان المرغني ينقل في كتابي في يوض البحور المتلاطمة أبيات عنه وعن أبنائه وعن أشياخه وعنه وعن أهل طريقتي قال وإن كنت في هم وكرب فنادني بيا مرغني أنجيك من كل شدتي وهذا شرك وكفر أكبر مخرج من الملة لأن المرغني يأمرك أمرا أن تشرك بالله وأن تدعوه من دون الله وقال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخرا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فسم الله وصف الله عز وجل كل من دعا غيره بأنه من الكافرين وأنه كافر خارج من الإسلام وقال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ونقل المرغني في نفس الكتاب فيوض البحور عن شيخ العدروس إنه العدروس قال هو البنى السماء ما الله والعدروس قال زعم أنه الكرسي الكرسي بتاع ربنا ربنا قال وسع كرسي السماوات والأرض العدروس قال لا قال ده أنا الكرسي بتاع الله ذاته وقال أنا كما خجلان من الله ساكد ومستحي كان طفيت نار الجحيم نقل المرغني عن شيخ العدروس أنا عرشها والكرسي أنا أنا للسماء بنيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها الطريقة التانية البرهانية أتباع محمد عثمان عبد البرهاني وهؤلاء يدعون الناس إلى الإلحاد والشرك الصريح والذي لا رب سواه يخ محمد عثمان عبد البرهاني كتب ديوان اسمه شراب الوصل كتبه كتب إبليس كتب المهم كتب واحد وقالوا ده كتب محمد عثمان عبد البرهاني هم قالوا كذا وقال الجماعة قالوا كتبوا بعد ما مات ودخلوا القبر كتبوا جوه القبر ورسلوا بره ببلوتوس واتساب المهم رسلوا بره من داخل القبر من داخل القبر ديوان شراب الوصل وادعى البرهاني محمد عثمان عبد البرهاني أن هذا الديوان هو آيات الله عز وجل التي نزلت من السماء آيات قرآن ادعى أنها قرآن ونسب هذا القرآن لنفسه الديوان بتاع شراب الوصل ده هذا موجود الديوان نسبوا الريك له وطبعوا على شكل القرآن الكريم ديوان شراب الوصل لمحمد عثمان عبد البرهاني ده الديوان يا جمعا شرابت كيف وجوه عملنه على شكل القرآن عديل شراب نفسي أنا عامل ببداية القصائل زي شنو زي شكل المصحف نفسي الشكل وعملن له عدد هناك عدد آياتنا عامل لكل بيت عدد الأبيات نفسي الطريقة واتكلم في الديوان ده إنه ده قرآن عديل قال دي آيات آيات حقته نزلت عليه فكوّم به هذا الديوان خلاس ودي الصورة بتاعة الشيخ البرهاني ولده وحفيده قال جوه في الديوان ده في المغدمة قال أجود على أم هو أصلا بالدعي الألوهية أحمد عثمان عبد البرهاني بالدعي أنه هو الإله عديل كده قال أجود على أم اللي ترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمتي الرحمة في الكون دي كلها حقات منا جماعة حقات ربنا قال لا 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 قال دي حقتي أنا بل الرحمة في الكون دي كلها جزء من رحمتي أنا أجود على أم وهذا الكلام أجود على أم اللي ترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمتي ومشى قدام هذا المشرك في الصفحة رغم سبعة قال فجبريلو البيت رغم مئة وسبعتاشر الصفحة رغم سبعة قال فجبريلو ميكالو وإسراف عزراء جنودي في التصريف هم تحت إمرتي الملائكة دير كلهم تابعي لهم وقبليو قال وأنفغ في روع المريد فينتقي جواهر علم الأولين بنفختي وأشفع في أهل الزمان وإن بدت شقوتهم إلا بحق الطريقة وأسمع صوتي للمريد فيهتدي إلى بابع الزلاه من بعد شقوتي وأنظر في قلب المريد فيرتقي معارج أهل الله والسر نظرتي فمحوي صحو والملائك تابعي الملائكة قالوا تابعي لمنه ما لي الله ما حقنا الله تابعي لمحمد عثمان عبد البرهاني قال فمحوي صحو والملائك تابعي تكلم عن نفسه الملائكة والملائك تابعي وفردي جمع والنبيون صحبتي قال لوائي معقود وعهدي موثق ويستلم الأركان من زار كعبتي الكعبة ما حقه الله قال قال حقه منه حقه هو ده محمد عثمان عبد البرهاني قال وآتيت إبراهيم من قبل رشده وده من الذي آتى إبراهيم رشده جماعة ده الله البرهاني قال ده أنا ما الله قال وآتيت إبراهيم من قبل رشده فما هو إلا فلذتي وعطيتي شرابي عذب سلسبيل مذاقه شوه زول ده خاتي نفسه محلشون الجماعة في مرتبة الألوهية شرابي بتكلم عن نفسه عذب عذب سلسبيل مذاقه وعلمي كنز في قلوب أحبتي فما فاز في الأكوان إلا مسالمي وما خاب إلا من أراد عذاوتي در تفوز بالجنة وفي الدنيا وفي الآخرة شفت كيف تسالي محمد عثمان عبد البرهاني ودر تخسر في الدنيا وتعيش تعيس وكئيب وفي الآخرة تخش النار قال تعادي محمد عثمان عبد البرهاني اللهم إنا نشهدك أن نعاد البرهاني وكل صفية عرفت كلامي؟ ده زول مجرم وزول ملحد بس قال وها أنا ذا أشفي السقيم من الضنع والبيش في السقيم المريض من جماعة ربنا قال وإذا مريضت فهو يشفين قال وها أنا ذا أشفي السقيم من الضنع وأجبر مكسور القلوب بنظرتي يشفل كلام دا كلام كيف؟ قال وإني وأيم الله ما غبت عنكم ده ما لأنه كتب وقال بعد ما مات قال أنا ما غبت وإني وأيم الله ما غبت عنكم وعاريتي ردت لرب البرية وإني فيكم فاشهدوني وعاينوا جمالي موصول وسري بصحبتي ده زول ده زول بيقول كفر عجيب مر واحد الرجل له قال فحوضي ده الصفحة خمسة فحوضي مورود ونحري فدية هنا خدت نفسه محلمين يا جماعة محل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فحوضي شنو بيدعي أنه هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ده 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 البرهان الكلبي ده قال فحوضي مورود ونحري فدية وشانئي المبتور يوم القيامة ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر ده خدت نفسه محل الله قبيل محل الإله وحتى خدت نفسه محل شنو يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال أروح وأغدو في الغيوب مسافرا في علم الغيب يروح ويغدو زي ما داين جايطة قال زي ما داين وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان أبعثون أروح وأغدو في الغيوب مسافرا ما حط رحال السالكين براحتي وإني في أهل الرقيم لمفتكم هنا خدت نفسه محل شنو الإله لمفتكم فثامنهم كلب وعيني حجتي شافوا معديل قال أهل الكهف وإني في أم الكتاب مهذب مهذب بكسر الزال يعني هو بيهذب اللوحة المحفوظ عمل له تنقيح للوحة المحفوظ شو أزول داك بتكلم كيف قال وإني في أم الكتاب مهذب وإني فرع في أصيل المنابت الدوان دا كل كدب المناسب كل جد تطاوعني الأملاك بالجود والقرى وكل ذوات الكاف ترهب صولتي فنعم مريدي من وليد ومرضع بي الله قد أعطاه كفر الخطيئة الله أدى تكفر الخطايا للبرهاني حمد عثمان عبد البرهاني وأدى للمريدين فأورثه سري ويكفيه مورثا وأبدله عن كل هم بهمتي بلا حنث أقسمت ما غبت عنكم فلست بحلاف مهين معنتي وإلى آخر ما قال كلام كل كفر وشرك بالله عز وجل في النهاء قال هو الله عديل كذا في الصفحة رغم 11 قال قال في الصفحة 10 أو 11 نقرأ 10 ونمشي لـ 11 قال وإني حق شأن كل مؤيد وإني رب البيت بعصمتي ده رب الكعبة محمد عثمان عبد البرهاني ده البيت رقم 158 الصفحة رغم 10 شفت الكلام ده كيف؟ قال وكل قوارين الشوارب ملؤها مزاج شراب زنجبيل هويتي وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة بيشوف اللوحة المحفوظ شفت الكلام ده كيف؟ قال في الصفحة 11 قال أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء ده مدعي أنه هو الإله يا جماعة أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء إذا الأرض مدت والسماوات حقتي قال بعد ذلك إن الآيات اللي يرتلها القرآن ده حقه ما حق الله في البيت رقم 183 الصفحة 11 قال وكل فؤاد للمهيمن ساجد يرتل آياتي ما آيات الله؟ يدعي أن الآيات القرآن الذي يرتل حقه يرتل آياتي وينهل خمرتي ده والله الذي لا إله غيره إذا ده ما كافر أنا ما بعرف ليه كافر ده كافر تعينا تعينا زولنا زول يدعي أنه هو الإله والقرآن ده كلامهما كلام الله آياتهما آيات الله وقال أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء يعني هم القيامة إذا الأرض مدت والسماوات حقتي يدعي أنه هو الإله ده التصوف كده ما يجيك البليد اللي اسم محمد المنتصر الإزائري نافي شريشو ويقول لك التصوف من الدين تصوف ما من الدين تصوف ده أصلا أساسا هو دين أصل للشرك والإلحاد والكفء وده لا دي الله ولسه أنت قال ده دليل براو ده كتاب اسمه قلائد الزهب شرحي توسل الشيخ محمد السمان تأليف الأستاذ عبد المحمود نور الدائم شيخ الطريقة السمانية ده ما شأنه اشترناه من قبة طابة عبد المحمود من جوه القبة ذاته هناك في طابة عبد المحمود في الجزيرة اشترناه قبل خمسطهر يوم وعشرين يوم في الصفحة رغم تمانية وسبعين ده السمانية كمان شوف قاله شنو صفحة رغم كم تمانية وسبعين ده أول حاجة تحربوها يا شباب قبل ما تحارب التبرج بتاع النسوان قبل ما تحارب الغنى قبل ما تحارب الزنا أول شيء يحارب على وجه الأرض التصوف ده لأن النصارى الآن ما بتلقى لك مسلم بسهولة كده يبقى نصراني ما بتلقى بسهولة كده يبقى ما في لكن أغلب المسلمين الليلة في بلدنا دي إذا أخذناك مثال واحد ليس للحصر أغلبهم صوفية لأنه بيخش لك باسم حب الرسول صلى الله عليه وسلم يخش لك باسم محبة المصطفى باسم الدين باسم الإسلام باسم الولاية والولي فلان والصالح فلان إلى آخره والنازل أبعد الناس عن دين الله وعن كتاب الله وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصفحة رغم تمانية وسبعين قال ومن كلامه رضي الله عنه أنا موسى عليه السلام في مناجاته دى من كلام قال الشيخ إبراهيم الدسوغي قال شنو بنقول عنه قال هو موسى في مناجات ربي يعني موسى ما حقيقة موسى الناج ربنا داك زمان عرفته ما موسى حقيقة هو إبراهيم الدسوغي قال قال لون إبراهيم الدسوغي هو موسى ذاته لما نتكلم مع الله الوقت داك كان إبراهيم الدسوغي في محل موسى طيب قال أنا علي رضي الله عنه في حملاتي قال هو علي بن أبي طالب في وقت المعارك قال بخجه الجلد بتاع علي ويسكن جوا دمنه إبراهيم الدسوقي طيب قال أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منهم من شئت أي ولي في الأرض خلعته بيدي قال ألبس أو ألبس منهم من شئت أي ولي أول ولي من يجمع أول ولي في الأمة دي بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو بكر الصديق عمر عثمان علي والصحابة وانت ماشي كلهم ما أسسنا ولا زول حتى الصحابة ما أسسناهم أي ولي قال ده ده شغلت هو قال ألبس منهم من شئت الولاء يعني هاك انت ولي هاك انت ولي هاك انت داخل النار كده وماشي قال شرح الكلام ده ذاته قال أنا في السماء شاهدت ربي أنا في السماء شنو شاهدت ربي وهس الصوفية تقول لهم الله في السماء يقول لك وهابي كافر هذا قال طلع السماء شاف الله في السماء معناته أول حاجة الله في السماء نمر اثنان الزول ده ذول كذاب ومجرم ومشرك لأنه ما في ذول يقدر يطلع يشوف الله صحة أو ما صحة طيب لكن أثبت لنا إنه الله وين في السماء طيب قال شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته قعد مع الله في الكرسي كلمة قعد مع الله دي خطأ لكن هو قال قعد في الكرسي وخاطب الله سبحانه وتعالى طيب قال أنا بيدي أبواب النار غلقتها أبواب جهنم برأي مدسوق قال قفلها هذا الكلام صفحة 78 أنا قال بيدي أبواب النار غلقتها وربنا قال يوم نقول لجهنم هل امتلاتي وتقول هل من مزيد تقول ليه تقفلة قال أنا بيدي أبواب النار غلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها تقول ليه تصوف طيب قال من زارني أسكنته جنة الفردوس وده الكلام صفحة 78 كتابة اشترناه قبل عشرين يوم من جوه القبة زاته ما بزوه ليه طبعته ولا ما طبعته طيب وده الختم بتاعهم مشيخة الطريقة السمانية طابت الشيخ عبد المحمود في الغلاف في الورقة الأولى بعد الغلاف وكلام كتير هنا في سراج السالكين قال في ولي شيخ صوفي قال الله ملك الكون 33 سنة وبعد ذلك قراجع لي الله الثاني بعد 33 سنة جناح بعوضة واحد ما نقص صوفي ماسك الكون كله سماوات السبعة والأراضين السبعة والملائكة والجن والإنس والحيوانات والحمير والجبال ماسك الصوفي ده صوفي سوداني ماسك قال 33 أو 30 سنة بعد ذلك رجع لي الله جناح بعوضة قال ما نقصت بالله ده ما إجرامع جمال أسألكم بالله ده ما كفر وإلحاد ده التصوف أي زول اسألك عن التصوف أهو ده التصوف باختصار شديد باختصار شديد جداً ودي أول منهجنا بحذر منه الصوفية ككل ككل كان تجانية كان سمانية كان قاديرية كان غيره كان غيره كان غيره كان غيره وديه من أكثر الناس الماء عندهم عقل بل مناسب لا يعقلون لأنه أول حاجة كلمة قرآني ده غلط انت ما قرآني لأنه ده بيقوله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كذب ما بنصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده خلاصة دعوتهم بنصدق القرآن بس طيب أليس في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته كلام ده جوا القرآن فيه ولا ما فيه لو قالوا ما فيه كفروا وهم عارفين فيه كفروا لو قالوا فيه وقالوا السنة ما فيه كفروا لأن الآيدي فيه في القرآن والآيدي قال تخذوا بالسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته اتنين ربنا قال من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظة قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واؤل الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله وإلى الرسول ده دي ايات ربنا قال ارجع لي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا والله يا اخي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يمكن اتحرفت طيب ربنا قالوا وما آتاكم الرسول فخزوه هل ربنا يعلم ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام حيتحرف وحيكون ما في الشت وبعد ده يقول لنا وما آتاكم الرسول فخزوه ولا ما يعلم اذا قالوا ربنا يعلم نقول لهم اذا الاية الربنا قال وما آتاكم الرسول فاخذوه دليل على حفظ كلام رسول الله وهي السنة لأنه ما ممكن ربنا يقول لك أخذ كلام الرسول وربنا يعلم إن كلام الرسول سيكون ما فيه وبرضه يقول لك أخذه هذا محال هذا محال فإذن هذه الآية دليل على إثبات السنة ولذلك ذكر الإمام الألباني أن قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظونا أن الذكرى هو القرآن والسنة معنا لأنه ربنا قال أخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات ما نسخت وما آتاكم الرسول فاخذوه فكيف ربنا يقول لنا أخذ كلام الرسول والله عز وجل يعلم أن كلام الرسول لن يكون موجودا ويقول لنا أخذ كلامه كيف كيف يعني هذا محال إذن هؤلاء جهلة جهلة تماما الحجة الثانية في إبطال باطل ما يسمون أنفسهم زورا وكذبا بالقرآنيين ادتوا الوراكم من القرآن دا حق الله منه القرآن دا ذاته المصحف دا منه قال لكم حق الله قال والله يا أخي سبت طبعا وبالتواتر تواتر دا تواتر مش الرجال نقلوا نفس الرجال الذين نقلوا القرآن من الصحابة والتابعين وتابعية التابعين وغيرهم هم نفسهم الذين نقلوا شنا جماعة السنة فكيف تكذبوا منك تقول ذلك الضابين بيجاي وصادقين بيجاي صدقتهم كيف زندغباء وتناقض في نفس الوقت قال والله يا أخي القرآن دا سبت بإن اللغة العربية بتاعته صحيحة شعير أمرو والغيس لغة العربية صحيحة وعنت الرغير كله صحيح هل دا قرآن؟ هل صحة اللغة العربية تثبت ودليل كافي على أن قائل الكلام الصحيح من ناحية لغة؟ كلامه قرآن من الله؟ يعني لو الكتاب دا مساء اللغة العربية بس صحيحة معناته دا الله نزلوا؟ دا القرآن يعني؟ لا ما معناته كيف؟ إذن دي ما حج صحيحة لوحدها ما حج صحيحة فلازم زي ما أخذت بالقرآن تأخذ بشنا جماعة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وشوهات ذي جاءت من زمان في صحيح البخاري في مرة عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله النامسة والمتنمسة والواشرة والمستوشرة وهكذا أو لعن رسول الله فجاءت قالت لو إني سمعتك لعنت كيت وكيت ولقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت ذلك؟ يعني ما لقيت في القرآن؟ اللوحين يعني من القرآن يعني؟ قالت ما لقيت في القرآن؟ إن ربنا لعن النامسة والمتنمسة والواشرة والمستوشرة والفالجة والمتفلجة الألفاظ أنا ما لقيت في القرآن قال يا أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه قال أنت ما قرأت القرآن أنت لو قرأتيه حتلقيه قالت لقد قرأته قال لها ألم تقرأي قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم عنه فانتهوا قالت نعم قال أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه دي حجة الصحابة كده كان بناظروا أي زول عنده بداية فكر زي ذا كده طوالي موضوع عندها الفكرة الثالث الباطل فكرة الشيعة والتشيع أصلا جاء دخل عن طريقة صوفية عن طريقة التصوف دا الطريقة الأول دا البابة الأول لأن دين الصوفية في أغلب أصوله الباطلة الشركية هو نفس أصول دين الشيعة الرافضة يعني هنا قرينا تأليه للأولية مش كده دا بيقول عن نفسه إنه إله وبيقول عن نفسه وبيقول عن نفسه وبيقول عن نفسه دا كله تأليه وغلوف الأولية هنا دي كتب الشيعة الصفحة واحد وستين من كتاب الحكومة الإسلامية دا الكتاب ذاته للخميني دا كان بيجيبوا لنا الترابي زمان في التلفزيون آيات الله الخميني آيات الله العزمة دا كافر خميني بتاعش الزوال دا بيقول في الصفحة رقم واحد وستين بتكلم عن الأئمة الشيوخ بتاعنا الشيعة بتاعنا الرافضة قال إنهم عليهم السلام يختلفون عن سائر الناس اختلافاً في قدم الخلق وفي التكوين وفي الوجود شب التأليه للبشر والغلوف البشر ضيق الوصفية وفي الوجود ولهم مع الرب تعالى مرتبة لا يدانيها ملك مقرب ولا نبي مرسل دا مش غلو في مشايخم زي غلو الصوفية في مشايخم بل غلو الصوفية في الحتة دي غلو الصوفية أشدع وأكعب من غلو الشيعة ذاته يعني ذاك بقول القرآن دا حقه وكلمة القرآن والآيات دي آياته هو البرهاني الصوفي لما قال الكلام دا نفس الكلام دا عند الشيعة موجود بالمناسبة برضو في كتاب الكافي للكليني أو دا الكتاب دا فيه أربع كتب من أعظم الكتب الكفرية للرافضة والشيعة في الصفحة في الجزء الأول الصفحة رقم تقريبا خمسين أو هي خمسة وخمسين قال عندهم برضو قرآن براو زي موضوع البرهانية قرآن براو دا قرآن محمد عثمان عبد البرهاني كما كذب ودا عندهم قرآن قال اسمه قرآن فاطمة نصحف فاطمة في الصفحة رقم خمسة وخمسين من الجزء الأول من أصول الكافي كتاب الحجة باب فيه زكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام دعونا أنا الباب قال ثم قال يا أبا محمد متكلم عن أبو محمد قال ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام هكذا مكتوب وما يدريه ما مصحف فاطمة قال قلت وما مصحف فاطمة قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا قرآن المسلمين يعني فيه مثل قرآنكم هذا سلاس مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد قرآن شنو براه ذا قال قال ما فيه من قرآن المسلمين حرف واحد عشان كده الإمام القاضي ابن العربي صاحب العواصم من القواصم في كتاب العواصم من القواصم قال والشيعة ليس من المسلمين ويقصد بهذا أن كل من يعتقد هذه العقائد الكفرية من الشيعة ده ما مسلم ما مسلم فالتشيء أصلا دخل عن طريق التصوف في البلد في البلد ويتفقوا أيضا في عبادة قبور الأولية والأضرحة أو دي الناس البراعي وحمد عثمان المرغني ومين ومين عندهم قباب يعبدوها كذلك الشيعة عندهم شنية ما قباب يعبدوها خلاص العقيدة في النهاية تلقى بتلتقي في أغلب الأصول بين التصوف بين التشيئ شاكيدا ده ده السبب وده السر اللي بيفسر ليك إنه الآن شيخ الشيخ الطريقة الفلانية بيقى شيعي ومنوداك أني لبقرون بيقى شيعي ومين عيس المدني بتاع أبو زبد شيعي تصوفي تيجاني شيخ التيجانية هناك ليه لأنه العقيدة في النهاية شنا يا جماعة واحدة والكتاب ده فيه كفريات كتيرة جدا 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 للشيعة وفيه كلام قلة أدب قلة أدب لأبعد ما تصور وما لا تتصور جوا الكتاب حق الشيعة ولو فيه بعضين زول يعني عنده فهم بتاع النازل أنا بقرأ له كله بلكع بزاته خلاص؟ طيب الباب الثاني دخلوا بيه بعض البعثات البعثات التي ذهبت لتعليم بعض العلوم الدنيوية في إيران وأنا ما بقول كلهم بيقول شيعة لكن كتير منهم جوا بأفكار بتاع التشييع يجيك واحد طاير من هناك مشى إيران قاعد له شهرين يا كاف البلا يجيك طاير يسيب لك معاوية ابن أبي سفيان وأنت لا تساوي بول معاوية بولوا ما بتساويه لأن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وإن رغمت أنوف البشر عرفت كلامي يا صحابة معاوية ابن أبي سفيان أحد كتاب الوحي اختاره الله من السماء أن يكتب الوحي بيده الشريفة رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاه ومعاوية ابن أبي سفيان بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة ومن بشر بالمغفرة فقد بشر بالجنة لأنه في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال يركب أقوام من أمة ثبجة هذا البحر كالملوك على الأسرة جيش يغزو على البحر قال مغفور لأولهم وآخرين النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال الله غفور لهم كله والقائد بتاع الجيش ذا كان منه كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وبشره الله بالجنة حينما تكلم الله عن الصحابة من آمن قبل الفتح وبعده قال بعد ذلك وكلا وعد الله الحسنة والحسنة هي اشنا يا جماعة هي الجنة فربنا وعدهم بالجنة فلن تستطيع أبدا أن تتكلم في أولايا الصحابة ومن انتقص من الصحابة فهو كافر قال تعالى يعجو به الزراء ليغيظ بهم الكفار قال الإمام مالك فمن أغاضه أصحاب رسول الله فهو كافر أي زول إضغاز من الصحابة هذا اشنا يا جماعة كافر بنص القرآن الكريم هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى ما في العب وكذلك لما انتقص بعض المنافقين على القول الصحيح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب السنع وأجبن عند اللقاء قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم ومعنى كفرتم بعد إيمانكم قال البغوي نقلا عن السلف أي أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان للأصلا كانوا منافقين استهزئوا بالصحابة شكد العلم وقالوا أي زل يستهزئ بالصحابة هكذا جملة لكافر لأنه ربنا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والصحابة جميعا في جنة الله وكذلك الصحابيات ونحبهم ونجلهم ونعظمهم ونوقرهم ونتأدب معهم ونسأل الله أن يحشرنا معهم للأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة صحابيين ولا نصيفة والناس اللي يتكلموا إن الصحابة كانوا دائرين السلطة وكتلوا بعض من أجل السلطة والصحابة عندهم هوى زي كلام المجرم بتاع أنصار السنة لإسم محمد مصفو عبدالقادر ده كلام باطل وده كلام الرافضة كلام الشيعة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أولا تتكلم في صحابة بسوء وإذا ذكر القدر فأمسكوا أسكت وإذا ذكر النجوم فأمسكوا صحابة الألباني في صحيحة الجامع الصغير أنا أغفلح الدينة ولعله أغطلت الكلام صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه زل عنده سؤال يا جماعة سؤال أو إضافة أو نقاش أو أي شيء أو أغطلت الكلام 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 طيب قال هي أسئلة كثيرة قال السؤال الأول أين موقف الدعاة من الآية الكريمة قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن فكل مناظرة بين أشخاص مسلمين لا يهم الانتماء تنتهي بالشتائم والتنابذ والاستيزاء بالطرف الثاني طيب أول ح Bulgaria أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن وجادل بالتي يحسن ما هي الحكمة هي وضع الأمور في نصابها الحكمة ليست هي اللين فقط والحكمة ليست هي الشدة فقط وإنما الحكمة وضع اللين في الموضع الذي يستحق اللين وضع الشدة في الموضع الذي يستحق الشدة أشى كده قال فقولا له قولا لينا ده هنا موضع وهنا قال وإني لأظنك يا فرعون مسبورة دي شدة ودي برضو حكمة داك موسى عليه السلام وده موسى عليه السلام وده كان ليه فرعون وده ليه فرعون ليه نشدة بعض الناس زي جماعة الأخوان المسلمين يمسك لك الآية الأولى لينا يا مولانا وتلقى وشد الناس معنا نحن المساكين ديل طيب انت اللي انت ما تلاقيه معنا برضو انت تلاقيه مع صوفية وتلاقيه مع غيره ومع النصارى ومع الشيعة وتشد معنا نحن ولما نشد على الصوفية تقول يا مولانا اللين انت ما تلاقيه معنا برضو خلاص ده واحد اتنين هنا كان قولا لينا وهنا كان قول شنا جماعة شديد قديك موضع قاله النبي عليه الصلاة والسلام شديد حديث صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعز بعزاء الجاهلية يعني زولت بيدعو لعبادة الشيوخ والأولية وعبادة الصالحين والأوثان والقبور دمعنا من معاني عزاء الجاهلية والمناسبة قال فاعضوه بهني أبيه ولا تكنه يعني يقول له عضي ذكر أبو أها دي تحلها كيف ما في حكمة ده كلمن نبي عليه الصلاة والسلام ده كلمن نبي عليه الصلاة والسلام ودي حكمة ودي غاية في الحكمة والحكمة أصلها النهي عن الشرك والدعوة للتوحيد ربنا قال وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَا الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ والآيات مشت قدام أول أمر وإذا ذكر القدر فأمسك ثلاثة درجة لك تسكت ما تتكلم أي زول ده يفتح الفتنة يقول له ده غلطان وده صح وده كده ضدال طوالي بإجماع السلف وبيجماع الصحابة ذاته وبيكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من قبلهم قال إذا ذكر أصحابي فشنو يا جماعة فأمسك لكن الناس اللي بيفتح الفتن بين الصحابة مش أنت يعني ديل الرافدة الشيعة والمتأثيرين بيهم أنا ما بعرفك لكن ديل الرافدة والشيعة والمتأثيرين بيهم هم اللي بيفتح الفتن بين شنو يا جماعة الصحابة يقول لك والله ده غلطان وده صح وده كليه يسوي كده وده يزول ده وده كلهم في الجنة لكن تمام معروف ما شوين داك وداك كل الصحابة في الجنة القاتل والمقتول كلهم في الجنة شاكد عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سألوا عن الموضوع ده غفلوا ما فتحوا تقال ما عنده علم غفلوا قال تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعص منها شنو على سنتنا تكفل تكفل طوالي ودي ما السبب في المشاكل المسلمين الفتنة بين الصحابة السبب في مشاكل المسلمين هي الشرك الجاب الصوفية والشيعة ناس الخميني والملاحدة ده أديك حاجة كده من القرف بتاع الشيعة لأن السؤال ده سؤالنا شايفه سؤال شوية فيه خباسة فلازم أعالج هذا الأمر بذكر خباسة الشيعة في الصفحة رغم سبعمية سبعة وتمانين وعذروني لقراءة هذا الكلام لكنه مطبوع طيب في الفروع من الكافي الأول داك في الأصول من الكافي ده الفروع من الكافي جزو خمسة أبواب المتعة طبعا المتعة دي يعني يجي الشيعة يتفق مع أختك أختك ربيت من صغيرة خسران فيها قريب متين مليون من عيش من الطابونة من جداد من دوام اللبس يجي الكلب دا يسوق ويتخارك يركيبه ركشة وقل الله رحنا يستمتع يتفق معاه بورقة بتاعه زي دي ثلاثة ساعات متعة وتجي راجعة أربع ساعات ونص خمسة ساعات كده طيب قال عن إبراهيم عن ابن إبراهيم عن الخشاب كلهم كدابين الخشاب لا في ابن إبراهيم قال قال إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة يعني ممكن يتبادله تقول لي دي ملكيانا جاريتيانا أدي ذا قبلة هدي يعني تتقاسموا ويتقاسموا البنات ده لي شيئا خلاص قال إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها يعني بس قبلة ما يزيد دا دينها يا ما دا دين بتاع ناس طيب قال فإن حل له منها دون الفرد لم يحل له غيره بس قدرر قال لي دا بس أوه عكتزي وديك يسوا كيف سات شوهنا هذا المحفرين كيف قال قال وإن حل له الفرد حل له جميعها قال سأل رجل أبا عبد الله ونحن عنده كل كذب المناسب عن عارية الفرد فقال حرام عارية الفرد يعني تديه شنو شي الحلال لك انت حلالك تديه دين تديه خلاص دا عارية الفرد تعيره قال في الأول قال حرام ثم مكس قليلا لأنه دين بتاع نجر بس حرام ما شو يفكر كده قال مكس قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه لكن حلال حرام لكن حلالتان بعد ذاك ما شاب الباب البعدي ورغم تسع ألف الأثر قال رغم تسع ألف تسع مئة خمسة وسبعين في نفس الصفحة دا قال ولدك ذات ممكن تخمش الحلال بتاعه تشيله تمشي بيه انت أبو وده ولدك وكلام كله فارغ وكلام فاحش والله الذي لا إلى غير النازل عندهم كلام كلام عجيب من راحت خلاص في الصفحة في الصفحة رقم مية تلاتة وعشرين ومية ستة وعشرين دا كفر الصحابة عديل بل لزم مية تلاتة وعشرين دا فيه كفر عديل اعتراض على ربنا اعتراض على الله قال دا كتاب كشف الأسرار تأريف الخميني خميني ذاته هذا الكتاب ذاته قال إننا لا نعبد إلها إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعباد والعدال والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه ويجلس يزيدا ومعاوية وعثمان وسواهم من العتات في مواقع الإمارة على الناس ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه قالوا إله زيدا نحن ما بنعبد إله بيجبلنا يزيد ومعاوية وعثمان بن عفان يملكم علينا قالوا إله زيدا نحن ما بنعبد قالوا إله لا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيها دا يشير لموضوع شنو الفيتنة ذاته قال إله ما قرر مصيرنا بعد وفاة الرسول دا ما بنعبده ذاته دا التشيع أول واحد يغشك يقول لك لا ما أهو دي الكتب وابن تيميا قال الرافضة ما يناقشوا إلا من كتبهم ليه لأنهم منافغين لو ما في كتب ينكر لك الكلام دا يقول لك والله ما حصل قلنا كلام زيدا ولا حصل عندنا قرآن فاطمة وده كلام كذب أهو ده ما بتقدر تفر فينا أهو ده الكلام أيوة فما يناقشوا إلا من خلال شنو يا جماعة الوسائق والمستندات بتاعتهم كادينا نصلي ونجي نواصل الموضوع دي شكله خطير شوية وأسبابها وأقصد الفتنة نسألنا الأخ كاتب الورقة قال الفتنة بين الصحابة هو قاصب قال لماذا يسكت كل ما يتحدث عنها فهي السبب في تفرق المسلمين تكلمنا عنه الفتنة بين الصحابة لابد يسكت عنها وذكرنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لكن في نقطة ما علقنا عليها ختم بها السؤال قال فهي السبب في تفرق المسلمين فهي السبب في تفرق المسلمين الكلام دا بالذات شفت جزئية الأخيرة دي دا كلما الشيعة ذاته من رافض جاء في كتاب الأسرار عليك الله وقف البداية في كتاب الأسرار للخميني في الصفحة رغم مية خمسة وخمسين قبيل زكرنا شاهد ونضيف عليه شاهد تاني في الصفحة رغم مية خمسة وخمسين قال الخميني وواضح بأن النبي هكذا مكتوب من غير صلى الله عليه وسلم بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفرعيه قال النبي لو كان بلغ أمر الإمامة ما كان حصل شونا جماعة المشاكل الحاصلة لحد الليلة في البلدان الإسلامية والمعارك وما كان حيكون في خلافات لا في أصول الدين ولا فرعيه لكن الرسول لأنه كتم الحتة دي وما بلغها فهو السبب يعني فالكلام ده نفسي كلام شونا جماعة كلام الشيعة الكتبوا هذا الرجل فأنا ما أعرف الأسئلة دي أنا شعب أسئلة ماذا أقول خطيرة جدا لكن أخلي وزي ما المسأل قال حلو الكلام في خشم سيده أنا أخليه هو أقال عنده برضو أسئلة كثيرة في رأسه أنت ممكن تسأل أو تناقش وأنا أجاوبك إن شاء الله لأنه في حاجات ذات أنا ما قدر تقرأ فضل يا أخونا